احنا اول حاجة عايزين نعرفها ايه قصة الحشاشين احنا بنشوف كتب كتير اتكلمت عن الحجبة الزمنية دي وكل شوية حاجة بتختلف في القصة فاحنا عايزين نعرف مين هم الحشاشين طيب تمن بداية الحشاشين دول طائفة الطائفة دي طائفة اسماعيلية يعني ايه اسماعيلية المسلمين اختلفوا لسنة وشيعة في الواقعة الشهيرة اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معوي فضلت الامامة انتقل من علي ابن ابي طالب عند المذهب الشيعي الى ابناءه لغاية ما وصلت الى الامام جعفر الصادق الامام جعفر الصادق كان عنده ولدي اسماعيل وده ابنه الكبير خلاص وموسر قازم ده الاصغر اسماعيل مات في حياة ابو تمام فانتقلت الامامة الى ابنه الاصغر لكن اتباع اسماعيل قالوا لا ده ما ماتش ده تم عمل جنازة وهمية له حتى لا يلاحقه العباسيون الخلافة العباسية انزل وانه هو عيش فنشأ الطائفة اسماعيلية طيب اللي قبل الطائفة الاسماعيلية كانوا الشيعي طائفة الاسنعشرية فبقى عندنا طائفتين كبارة الاسنعشرية والاسماعيلية حسن الصباح كان احد الذين ولدوا يعني في عام 1037 ميلادية فكان ولد في اسرة اسنعشرية فكان معتقدوا الاسنعشرية حتى عمر 17 سنة لكن في عمر 17 سنة اتعرف باحد دعاة الاسماعيلية وتم تحويل مذهبه من اسنعشر الى الاسماعيلية وبعدين بقى ولاؤه للاسماعيلية وجي مصر قاعد في مصر عدة سنوات لغاية ما طرد منها طردوا الوزير بدر الديني الجمالي فبقى ولاؤه للاسماعيلية فبدأ ينادي ويؤسس ويدعو للاسماعيلية في بلاد فارس وبدأ يؤسس قلعة ألموت او اشتراها وسكن فيها لغاية ما الخليفة المستنصر بالله الفاطمي وهو كان اسماعيلي مات فحصل برضو نفس الخلاف ان ابنه المستعلي ولا ابنه نزار فكان حسن الصباح يؤيد نزار فنزار ده تم خلعه من ولاية العهد وبعدين سجن في الاسكندرية ومات في الاسكندرية فاخذ يدعو له حسن الصباح هو أسس طائفة الحشاشين النزارية النزارية من الاسماعيلين ونشق بعد فترة عن الدولة الفاطمية وبقى له طائفة او جنود او رجال يعرفوا باسم الحشاشين او الاساسين دي البداية دي الفكرة يعني الفكرة بدأت من هنا لكن بعد كده بقى فيه مصارات متنوعة ومتعددة لحسن الصباح انه هو فكرة الامامة فكرة الزعامة فكرة النواي السيطر فكرة السيطرة على الاتباع اسليب السيطرة على الاتباع الجرائم من اغتيالات اللي حصلت طوال ما هو كان موجود حتى وفاته كانت تمت ازاي فكرة انتقال طائفة الحشاشين من بلاد فارس الى الشام وده نقطة مثلا مسلسل مجباش المسلسل اكتفى بالحشاشين بحسن الصباح لكن في اواخر عهد حسن الصباح انتقل مجموعة من الحشاشين الى بلاد الشام الى حلب تحديدا وعملوا قلعة ضخمة جدا زي قلعة ألموت اسمها قلعة مصياف وكان شيخ الجبل اسمه شيخ سنان وشيخ سنان ده اغتال الامير ممدود وده اول امير واجه الصلبين وكان لهم محاولات الاغتيال الصراحي الديني الايوبي محاولتين وكان فيه تفاصيل شهيرة جدا المسلسل مجباش ده لان المسلسل ركز على حسن الصباح وقلعة ألموت